اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع العليكترونية ستكون هذه المحاضرة أولى محاضرات تعلم لغة البرمجة HTML ورح نبتدأ بتعلم مكونات هذه اللغة في البداية وجد بعض الملاحظات الملاحظة الأولى نذهب إلى My Computer في حال لو كان ويندوز 10 نذهب إلى View ويجب تفعيل File Name Extension يجب تفعيل هذا الخيار في حال لو كان عندنا ويندوز 7 نذهب إلى Control Panel طبعا نكتب هنا بالأسفل Control Control Panel وطبعا نذهب إلى File Option ومن ثم نذهب إلى View وننزل إلى الأسفل عندنا هنا هذا الخيار Hide Extension في حال لو كان ملغة يجب أن نزيل علامة الصح حتى الـ Extension يكون ظاهر عند الفايلات ومن ثم Apply OK طبعا هذه الملاحظة ضررية الخطوة التالية ننشئ مجلد طبعا New ومن ثم Folder هذا المجلد راح نسمي مثلا HTML مثلا طبعا مو باللازم أنه ممكن أي اسم نسمي ولكن أنا راح أسميه HTML أفتح هذا المجلد بعد ما أنشئت المجلد أضغط أكليك Amen وأروح على New ومن ثم Text Document طبعا إذا ألاحظ هنا نعدي الامتداد اللي هو اسم الفايل أو الملف و .txt في حال لو هذا الامتداد ما ظهر يعني معناه أنه الخيار View Extension يجب أن نفعل الخيار اللي نوهنا عليه بالبداية طبعا نقوم بحذف كل هذه النصوص بما فيها الامتداد ونكتب مثلا راح أكتباني بها .txt . يجب أن نكتب .html ونكتب .html معناه أنه إعلام للكمبيوتر أني أريد أنشئ ملف HTML فأضغط على Enter راح تطلع لي نافذة يقل لي هذا الملف هو امتدادة txt تحب تغيرها إلى HTML أقل له أوكي غير ليها ورح يتغير الملف .html ورح يكون شكله بنفس شكل المتصفح المفاعل اللي هو Google Chrome ممتاز جدا لو أجيت فتحت هذا الملف أضغط double click على هذا الملف راح يفتح لي ملف فارغ وفي الأعلى بها .html أي أنه ملف HTML جديد طيب الخطوة التالية بما أنه إحنا ننصبين Visual Studio Code راح أضغط هنانا click Amen ورح يطيني اختيارات هو يعني يقلي اتريد مثلا open with brackets أو open with وخيارات أخرى ممكن هذه الخيارات الأخرى ممكن أختار choose another app طبعا ممكن نختارها يعني خيارات نقدر نقول يعني غير مهمة حاليا ولكن راح يعني أطبقها فقط بشكل سريع اختار another apps ومن ثم راح تطلع لهذه النافذة أنزل بالأسفل أختار more apps وأنزل بعد أختار Visual Studio Code ومن ثم OK إذا نلاحظ أنه راح يتم فتح الملف ب Visual Studio Code طيب طبعا إذا نلاحظ انفتحت الصفحة ببرنامج Visual Studio Code وهنا عدنا رقم واحد أي أن الملف فارغ تماما طيب لو جيت كتبت مثلا نغير عربي ونكتب مثلا بسم الله ونضغط على Control S أو نضغط على File Save ونجي إلى المتصفح ونسوي رفرش طبعا ملاحظة مهمة يجب بعد كل عملية إضافة كود يعني مش رط أنه رقم واحد يعني ممكن عشرة أكواد لازم نضغط Save ولابد أنه نسوي رفرش اللي هو اختصار F5 من الكيبورد راح نلاحظ أنه عندنا هنا بسم الله شو ننضيف هنا بالصفحة راح نشاهدها بالمتصفح فكرة المتصفح هو تحويل الأكواد هذه إلى رسومات أو إلى نصوص وصور وبالتالي يصبح عندنا موقع الإلكتروني طيب راح نحذف هذه ورح نجي نبتدأ بلغة HTML طبعا لغة HTML توجد هيكلية خاصة بهذه اللغة طبعا هذه الهيكلية ثابتة لابد أنه نكتبها وهذه تكون متكررة إن شاء الله في جميع الصفحات HTML ولابد أنه نحفظها تكون هذه الهيكلية محفوظة في دماغنا لأنه ضروري أنه نبتدأ بها عند بداية كود HTML طبعا هذه الهيكلية راح نكتبها حاليا ونشرحها إن شاء الله في المحاضرات القادمة في البداية راح أكبر شوي طبعا حتى نكبر الكود نضغط على كنترول وعلامة الزائد يكبر كنترول وعلامة الناقص راح يصغر الكود أنا راح أضغط على كنترول وعلامة الزائد حتى أبتدأ كود HTML لابد أنه أبتدأ بوسم الوسم هو هذا الشكل يسمى وسم طبعا أضغط شفت وحرف واو بالعربي ومن ثم أكتب نص ومن ثم شفت وحرف زاي أيضا بالعربي راح يصير عندنا وسم طبعا هذا الوسم هو عبارة عن قوسين بداخلهن كلمة وقوسين أخريات بداخلهن كلمة أيضا وطبعا هذه الكلمة نفسها كلمة البداية وخط مائل بجانب القوس الثاني طيب هذا يسمى وسم طيب شين هي الوسوم؟ الوسوم هي أجزاء لغة الـ HTML أو هي مكونات لغة الـ HTML وتوجد أنواع للوسوم طبعا راح نشرح جميع هذه الأنواع وراح نتعرف عليها وراح يكون لنا سهلات جدا هذه الوسوم بيها وسوم زوجية وبيها وسوم فردية وبيها وسوم شاذة الوسوم الزوجية مثلا أجرد أضيف بارغراف أضغط شفت وحرف واو اللي هي علامة الفتح وأكتب حرف P ومن ثم شفت وحرف زي هذا هو وسم زوجي يعني إذا أجي هنا بالمنتصف أضغط انتر ألاحظ أنه هذا جزء وهذا جزء أي أصبح عندنا زوج من الوسم P اللي هي اختصار بارغراف طيب بنفس الوقت أن الفرق بين الوسمين هو هذا الخط المائل وهذا الخط المائل يدل على الإنهاء يعني هذا الوسم هو وسم البداية وهذا الوسم هو وسم النهاية طيب لو أردت أضيف وسم آخر مثلا أردت أضيف وسم A اللي هو الأنكر الاختصار للرابط أضغط وسم البداية وأكتب حرف A أسد الوسم وأضغط انتر فعدنا هذا وسم بداية وهذا وسم نهاية طيب لو أردت أضيف مثلا هدر H1 أجي أضغط H1 وأنتر راح ألاحظ أنه هذا وسم بداية وهذا وسم نهاية طيب ممكن ناخذ بعد مثال آخر ممكن نضيف H2 بنفس الطريقة H2 ونضغط وسم بداية طبعا فقط أضغط انتر راح يصير عندي وسم بداية ووسم نهاية طبعا هذا البرنامج هو يضيف إنا وسم النهاية ممكن في بعض البرامج وفي بعض المحررات ما تضيف إنا وسم النهاية فلابد أنه إحنا نكتبهن يعني لو إجيت ضغطت وسم البداية وكتبت مثلا P في بعض الأحيان ما ألقي هذا وسم النهاية فش أسوي لازم أنا أضيفه شون أضيفه أضغط على الوسم وياها خط مائل هذا الخط المائل وطبعا في حال لو ما أكمل لنا البرنامج الوسم ممكن أنا أجي أكمله طيب ولكن أغلب البرامج هي تكمل لنا الوسومات ممتاز جدا طيب حس إحنا عرفنا الوسم نجي نضيف الهيكلية الخاصة بهذه اللغة وطبعا هذه تحفظ وجاهزة راح تستخدم في جميع الصفحات الـ HTML مع تطويرها في كل صفحة ممكن نطورها شويه طيب راح نجي نضغط وسم بداية ونكتب HTML أسد الوسم وأضغط ENTER طيب فإذا نكتب بالبداية هذا الشكل اللي هو وسم الفتح HTML إغلاق وسم الفتح وسم الإغلاق وهنا نعدنا الخط المائل HTML أيضا وإغلاق وسم الإغلاق طبعا لابد أنه ننتبه في حال لو كتبنا النصين بشكل يدوي لابد أن الـ HTML في الأولى تكون مشابه للـ HTML في الثانية ما عدا الخط المائل أضغط في هذا المكان وأضغط ENTER وأكتب HEAT HEAT اللي هو اختصار HEADER أو يعني رأس فأجي أكتب H E A D وأسد القوس مثل ما اللاحظ هنا عندنا HTML وهنا عندنا HEAT أجي أضغط هنا بالأسفل وأضيف BODY اللي هو الجسم الصفحي DY وطبعا أضغط ENTER طبعا هذه الهيكلية ما عدا هنا عندنا TITLE طبعا عندنا هنا اللي هي ترتيب الوسوم لازم الوسوم الأكبر يكون بالبداية والأقل من عنده يكون بمسافة والأقل يكون بالمسافة إذا لاحظ أنه الرئيس اللي هو HTML والجزء اللي هو يأما أضغط المفتاح TAB المفتاح TAB راح يدني لي يأما أجي اللي هنا وأضغط ENTER أوتوماتيكيا راح يضيف لي مساحة راح أكتب الوسوم اللي هو TITLE طبعا تايتل اللي هو العنوان شون يعني العنوان يعني إذا أجي هنا أنا شون ألقي HTML أنا ما أريد هنا أنا HTML أريد يطلع لي نص معين طبعا لو نجرب أنه مثلا في جوجل مكتوب هنا أنا جوجل في فيسبوك مكتوب فيسبوك في مثلا عالم بهاء مكتوب هنا أنا عالم بهاء طيب فأني كيف أكتب اسم التايتل اللي هو عنوان الموقع فراح أكتب مثلا عالم أو ممكن بالعربي عالم بهاء الاحترافي وطبعا حتى أشوف الموقع هنانا لابد أنه أحفظ فايل سيف أو كنترول اس وأجي اللي هنانا لابد أنه أسوي رفرش خطوتين أحفظ الكود وأرفرش أو أحدث الصفحة راح ألاحظ عالم بهاء الاحترافي أصبح هنا وأصبحت عدنا الصفحة جاهزة ممكن نزغرها شوي طيب ممكن عدنا هذا السطر زائد ممكن نحدده double click و delete أصبحت عدنا هذه هي الهيكلية اللي هي HTML في البداية HTML في النهاية الفرق هو الخط المائل طبعا هذا وسم البداية وهذا وسم النهاية عدنا hate في البداية وهيد في النهاية اللي هو الرأس و عدنا body اللي هو جسم الموقع بالإضافة أنه بداخل الهيد عدنا اللي هو title واللي هو راح يكون عنوان الموقع طبعا هذه الهيكلية تحفظ و راح تكرر في جميع الصفحات HTML بشكل يعني متكرر جميع عناصر الموقع راح تكون بين هذين الوسمين أو فتح ال body و إغلاق ال body في هذه المنطقة راح يتم كتابة أكواد الموقع أما هنا راح يكون رأس الموقع و إضافة أناوين CSS اللي راح تشرح في المهاضرات القادمة في حال لو شاهدتوا أنه هذا الموضوع صعب بإمكانكم أن تعيدون المحاضرة مرة مرتين راح تشوفوا جدا بسيط عبارة عن كود يحفظ هذا الكود يكتب نصا تماما كما هو ما عدا تغيير العنوان طبعا تغيرون العنوان اللي أنتو تردوه و طبعا ها هي كمن المكونات الرئيسية لـ HTML ممتاز جدا راح نتوقف لهذا القدر الواجب في هذه المحاضرة هو كل شخص يبدأ بإنشاء صفحة HTML و لابد أن تكون بإمتداد .html و أيضا لابد أنه ننتبه أنه الـ file extension name لابد أنه ظاهر لابد أن ننتبه أنه ظاهر هنا و من ثم يضيفلنا هذه اللي هي الخوارزمية الخاصة بالـ HTML و يضيف تايتل و طبعا بعد ما أضاف تايتل يضيف العنوان اللي هو يشوفه مناسب اسم الثلاثي أو أي عنوان هو يرتقيه و يفتح الصفحة على المتصفح جوجل كروم و يسوي سكرينشوت للعنوان يعني أريد أشوف هنا سكرينشوت للعنوان حتى أتأكد أنه فتح صفحة HTML و يفضل كذلك سكرينشوت لهذا الكود يفضل سكرينشوت للكود و سكرينشوت للعنوان نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر